بنتنا برضو كان بتسأل بسؤال بقى صعب جدا ده وطويل يعني محتاج وقت لكن على العموم بتقول كيف يكون الإنسان منه سهل في تعامله مع الناس يا سلام شوها بنتي ليس ثمة دين أرسى دعائم حسن المعاملة مع الناس كما أرساه الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه المشهور إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول الدين الإسلام قائم على دعامتين الدعامة الأولى حسن المعاملة لله تبارك وتعالى حسن معاملة الرب تبارك وتعالى إزاي حسن المعاملة للرب عز وجل بتوحيده وتعظيم شرعه وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم هو ده تعظيم أو حسن معاملة العبد لرب تبارك وتعالى عظم أولاً وحده ثانياً عظم شريعته ثالثاً عظم شعائره وأقمها رابعاً عظم حروماته واجتنبها خامساً أحسن المتابعة والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم هذه حسن المعاملة للرب تبارك وتعالى حسن المعاملة مع الناس كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً طيب كيف يكون الإنسان حسن الخلق في التعامل مع الناس أحسن طريق كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال ثلاثة أرباع الخلق في التعامل يعني مع الناس ثلاثة أرباع حسن المعاملة مع الناس تكمن في التغاضي خلق السماحة والتغاضي يعني ما تؤفليش على الوحدة إنما تغاضى عما تجده مني من أذى والإمام الشافعي أيضاً رحمه الله يقول المعروف الذي أمر الله به أن يتعامل به الناس وأن يبذله الناس فيما بينهم يقوم على ثلاثة أركان خذي بالك يا بنتي الركن الأول أن يقف الإنسان المسلم أذاه عن الآخرين إلا الركن الثاني أن يقف الآخرون أذاهم عني الركن الثالث أن يصبر المسلم على ما يجده من الآخرين من الأذا فتخيلي بقى لو أنت كفيت أذاك عن الناس والناس كفوا أذاهم عنك ولو حد أذاك تصبري وتحتملي هذا الأذا وتتغاضين عن هذا الأذا وتسلمي أمرك إلى الله عز وجل لو إحنا عملنا الكلام ده لها نزعل من حد ولها نزعل حد يعني لها نزعل من حد ولحد يزعل مننا وتكون علاقتنا ومعاملتنا للناس معاملة سهلة فيها الرفق وفيها الليل وفيها بذل المعروف وفيها التغاضي عن الزلات وربنا عز وجل يقول في كتابه وَلَا تَنْسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يعني إحنا أرأي نكف أذن عن بعضنا ونحتمل بعضنا دهن جيران نكف أذن عن بعضنا ونحتمل بعضنا دهن أصدقاء نكف أذن عن بعضنا ونحتمل بعضنا ويحتمل بعضنا بعضنا ده احنا اخوان او اخوات او اخوات برضو نكف اذانا عن الناس عن هؤلاء ونحتمل اذاهم ان وقع منهم وبالتالي هذا هو المطلوب للمسلم ان يعيشه مع بقية الناس من المسلمين على فكرة وغير المسلمين ايضا يعني انا ليه جار غير مسلم او ليه زميل في العمل غير مسلم نفس المعاملة ليه لان هو مقيم بين اظهر المسلمين وهو بيننا وبينه عهد امان وزي بلغة المعصرة التعايش الانساني السلمي انما ديني والذين لكم دينكم وليا دين دين في نفسه وديننا لانفسنا انما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخصطوا اليهم حتى شوف الامام او حنيف عليه رحمة الله بيقول ايه ان تبروهم في المعنى معنى الاية ده ان تبروهم اذا لم يكن البر انه غير المسلم ده انه اذا غاب سأل عنه واذا مرض عاده واذا مات واساه واذا احتاج اعطاه امال ايه البر بقى ده فشو بقى يغيب نسأل عنه زي ما المسلم يغيب نسأل عنه يمرد نعوده زي ما بنعود المسلم وشوفنا النبي عليه الصلاة والسلام عاد الصبي اليهودي الذي كان يحتضر زاره وهو يعني على خلاص على حفة الموت عليه الصلاة والسلام وكان عند رأس عمه ابي طالب حتى مات عليه صلوات الله وسلامه وهكذا تكون معاملة المسلم مع المسلمين من ناحية ومع غير المسلمين من ناحية اخرى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد